حضر الجلسة الافتتاحية شيجين بن وقادة الحزب والدولة الآخرون وخلال الجلسة تم استعراض جدول أعمال الدورة والموافقة عليه وقدم رئيس المجلس الوطني الثالث عشر للمؤتمر الاستشار السياسي للشعب الصيني وان يان تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس إلى الجلسة قال فيه إنه خلال العام الماضي قام المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي ولجنته الدائمة بتنفيذ مهام الهيئة الاستشارية السياسية من خلال التركيز على ضمان بداية جيدة للخطة الخمسية الرابعة عشر وبناء هيئات استشارية متخصصة لرفع فعالية المؤتمر الاستشاري السياسي مما قدم مساهمات جديدة لتنمية الحزب والدولة كان عام 2021 عاما مهما في تاريخ الحزب والدولة في مواجهة الوضع الدولي المعقد والمهام الشاقة للإصلاح والتنمية والاستقرار داخل الصين قادت لجنة الحزب المركزية ونواتها الرافيق شيجينبين أبناء الشعب من مختلف القوميات لمواجهة الوضع المتغير وجائحة كورونا كما تم الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وانتصرت الصين في المعركة ضد الفقر حسب الموعد المحدد وأنجزت بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل وأطلقت رحلة جديدة نحو بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة وحققت بداية جيدة للخطة الخمسية الرابعة عشر كما أوضح وان برنامج عمل المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في عام الفين واثنين وعشرين يذكر أنه في كل عام يمثل افتتاح الدورة السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بداية للموسم السياسي السنوي الصيني المعروف باسم الدورتين السنويتين خلال الأسبوع المقبل سيقدم المستشارون السياسيون الصينيون مقترحات تتعلق بمستقبل الدولة